هذه الزيارة الهامة لدولة السنغال ورئيسها السنغال التي تعد واحدة من الدول الإفريقية التي لها تاريخ مؤسر في وجدان الأفارقة وإحدى الدول الديمقراطية القليلة في القارة الإفريقية لما تؤرقها الانقلابات العسكرية في تاريخها الحديث وأيضا يتم فيها التناوب على السلطة بدون صراعات وبطريقة سلمية حضرية كما تفعل الدول المتقدمة ساعد السنغال الموقع المتميز الغرافي الذي تتمتع به وبه العديد أيضا من الخصائص الاجتماعية والسياحية وتحمل مدنها الكثير من علامات التميز والتفرد من حيث المعمار والطبيعة والمناخ والتاريخ والتراث الحضرية توصف السنغال بأنها البلد الإفريقي الأقرب إلى العالم العربي والأكثر تأثيرا في منظمة المؤتمر الإسلامية هذه الصورة هي مراسم الاستقبال التي تبعناها منذ قليل لرئيس السنغالية ماكي سالة في هذه الزيارة الهمة التي يقوم بها ضيفا كريما عزيزا على مصر في دولة الصديقة والشقيقة ومراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له بقصر الاتحادية واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس السنغالية مصر والسنغال علاقات ترتبط على مداري أكثر من 59 عاما إذن هي علاقات تاريخية بتضرب بجذورها في العديد من المجالات بدأت بحركات التحرر في ستينيات القرن الماضي للدول الإفريقية المختلفة والتي كان لمصر الدور الأبرز فيها من حيث دعم الدول الإفريقية في محاربة الاستعمار ومكافحته والآن تبدأ علاقات أخرى باستراتيجية تمتد إلى مواجهة الفكر المتطرف تدعيم الأمن والسلم في القارة الإفريقية ومواجهة الجماعات الإرهابية المختلفة مصر والسنغال علاقات صداقة تاريخية كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها في عام 1960 وستين وكذلك تم تبادل العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين وهو ما جعل هذه العلاقات تتسم بالتميز والخصوصية بين الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر أنذاك ورئيس سنغور واستمرارا لعمق هذه العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن مصر دائما ما تنفتح على أشقائها الأفارقة وتساهم معهم في النهوض بمجتمعتهم وشعوبهم من خلال عمليات التنمية المختلفة والمستدامة في الدول الإفريقية ومدياد العون المصرية إلى الأفارقة في كافة المجالات ومنها مشروعات البنية التحتية وعمليات التنمية وبناء السدود وأيضا تدعيم الفكر الذي يحض على الأمن والسلم ومكافحة الفكر المتطرف ومكافحة الجماعات الإرهابية المختلفة تطلع للتعاون المشترك إذن في كافة المجالات بين مصر والسنغال خاصة أن سنغال سترأس الاتحاد الإفريقي ويكون هناك الكثير والكثير من القضايا المشتركة على رأسها بالطبع ملف سد النهضة وحق مصر التاريخي في مياه نهر النيل